تعالوا نتكلم في أربع أبواب ذكرهن الإمام علي رضي الله عنه أرضاه عجبني جدا سيدنا علي باب العلم ومدينة العلم وما شاء الله لا قطئ إلا بالله عنده حالة من حالات الاستحضار والحكمة والنباهة الدينية ليست عند أحد اشتهر سيدنا علي عليه رضوان الله وعليه سلامه الله بأنه لديه نوع من أنواع الإلهامات والإشراقات النفسية التي تؤهله لأن يقول كلاما هذا الكلام كان مقتطف من ثمرات الجنة فسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه يقول عجبت لمن ابتلي بأربع عجبت لمن ابتلي بأربع كيف غفل عن أربع كلام بقى من بدايته واضح تماما إن هو بينبهك لحاجة معينة يطر إيه لي بينبهك ليه سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه بقول لك عجبت لمن ابتلي بأربع كيف غفل عن أربع عجبت لمن ابتلي بالضر حصل له حالة اضرار شديد عجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل كيف يغفل عن قوله تبارك وتعالى رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين القرآن بيقول في سورة الأنبياء فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى العابدين الله لا 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 إيه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا أيوب هذا الإكرام لمجرد إن هو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك قال رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين عجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذا هو نبي الله يونس وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له فكشفنا بابه من غم الغم مشي مشاه عن سيدنا يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنجى سيدنا يونس من الغم بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنجى سيدنا يوسف من الضر بقوله رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين وعجبت لمن ابتولي بالخوف من الناس كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل وانظروا إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء طيب الرابعة قال أما الرابعة عجبت لمن ابتولي بمكر الناس عجبت لمن ابتولي بمكر الناس كيف يغفل عن قول رب الناس بسم الله الرحمن الرحيم فوقهوا الله السيئات ما مكروا وحق بآل فرعون السوء العذاب ليه أنقذوا ليه وللسماء تدخلت لنصراته لأنه قال وأفوض أم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله مجرد أنه قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصرهم بالعباد فوقهوا الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون السوء العذاب سلط غافر هذه أربعة يغفل عنها أربعة والناس بتدور على حلول أخرى وهم لا يعلمون أن أبواب الفرج موجودة بين يديهم في كتاب الله